السلام عليكم. مرحباكم مصطفى من قناة مستر بونتك. في الحلقة دي هعرفك ازاي تقدر تغير حياتك عن طريق رمضان. طبعا كلنا ان شاء الله هنغير حياتنا عن طريق الصلاة والصوم والزكاة. وكل حاجة ان شاء الله حلوة بنعملها في رمضان. ولكن في الطريقة دي ان شاء الله هتغير حياتك المادية للافضل بازن الله في رمضان. على اقل ان شاء الله ادمن لك ربح على اقل خمسين دولار في اليوم. بازن الله. طبعا هي الحلقة عشان تعرفه بالطريقة. بس يا ريت لما كنتش نشترك القناة او من رتش في حلقات مستر بونتك. يا ريت تعمل سبسكرايب لقناة. واتفع على الزرار التنبيهات عشان توصلك لحلقات اول بول. ورجعت لكم مرتين. طيب انا ليه هنا فتحت فيسبوك وفتحت تويتر وفاتح اليوتيوب. لان هي دي ترتكبات اللي احنا نستخدمهم. لو جينا هنا نخش على في اليوتيوب في اليوتيوب هنتكلم في مسلسلات. وكاي ماشي دي تريندنج ده من ترات ايام لان ده ماضى لعاهله لو كاي. لكن هنا مسلسلات. مسلسلات. اعلان. مسلسلات. مسلسلات. كلها مسلسلات. طبعا برامج رمضان. لكن كلها حاجات لها علاقة برمضان. تمام تمام. لو دخلنا على جوجل تريندنج. تمام لو دخلنا على جوجل تريند. و GSA نقعد برضه ان كل حاجه مسلسلات. طيب ازا йنقدرغ نحقق فلوس كويسة جدا من الحاجات دي. هنحقق فلوس عن طريق اختصار رابط. كل الناس طبعا دلوقتي بتستغرب كل الناس يعني ازاي هنحقق فلوس كويسة عن اختصار رابط ده اختصار رابط يعني نحقق منها سنتات. سنتات ازاي? لما يكون مسلسل الحلقة الاتناشر اللي اتناشر يعني عدة اتناشر حلقة من مسلسل ومن يوم واحد واتشاف مليون وسبعمية اربعة وتمانين الف مرة. انتم بالخيال الموضوع يعني ايه مسلسل يتشاف ده كله. هو اصلا من يوم واحد ونزل منه اتناشر حلقة. تمام? زي ما انت شايف هنا اه مسلا في قناة تانية بنزلها حلقة الحداشر. الفيديوز بتاعتها قليلة شوية لان برضو القناة دي غير دي. فدي قناة ودي قناة. تمام? يعني القناتين بنزلوا حلقات وبرضو بيجيبوا مشاهدات عالية. مع ان المسلسل في كذا قناة. لكن برضو بيجيبوا مشاهدات كويسة. طيب هنفهم كده موضوع مضوع. هنكسب لوسنا اختار الرابط. طيب ازاي? عشان بس ما ناخرش عن الناس وتكون حلقة بسيطة. اول حاجة. هديك ثلاثة استراتيجيات النهاردة. استراتيجيات على تويتر. استراتيجيات على فيسبوك. استراتيجيات على يوتيوب. طيب استراتيجيات اليوتيوب هي ايه? هي انك نعمل فيديو. الفيديو ده عبر عن ايه? مسلا كل المسلسلات لحد الوقت نزل منها ترتاشر حلقة. تمام? ترتاشر حلقة. انت تقوم داخل عامل فيديو وتكتب الحلقة الاربعتاشر من مسلسل خلصينا بالشيكة. مسلا ده مسلسل في مصر مسلا. تمام? في كذا قناة بتنزل الحلقات قبل نزولها في تلفزيون بيوم. زي القناة اسمها رمضانك هنا وبعض القناعات. تمام? لكن القناعات دي قريب اوها تتقفل. فانت الحلقة الاربعتاشر من مسلسل خاصة بالشيكة وتعمل فيديو. هيجي لها طبعا مشاهدات كتيرة. طبعا بالاستهداف الجيد فانت هتحقق مشاهدات كويسة. تمام? تمام? خليك بس معي لاخر انا عايفي الناس بتقول ان ده كلام في الفاضي وكلام عادي وكلام ده سهل او مش عارف ايه. وكلام فاضي ومش هنحقق منها حاجة. طب انت تجرب. ولو محققتش ساعتها يبقى لومني انا وتعالى لومني انا في التعليقات. تمام? فانت بس معي. اهم حاجة الاستهداف الجيد انك هتستهدف والاستهداف مش هبقى صعب معاك. زي ما انت شايف المشاهدات عامل ازاي? الاستهداف مش هبقى صعب معك. على اقل هتجيب خمسين الف مشاهدة. على اقل خالص. تمام? فانت هتخش وتكتب لهم ان دي الحلقة ده اربعتاشر من خلصنا بشياك. هيلاقوا ان الفيديو بتاعك دقيقتين او تلات دقايق. فيقولوا لا ده كزب. فيخشوا على الفيديو برضو. في الناس كدر رمضانك هنا اللي هتنزل الحلقة. او لو نزلت الحلقة فانت هتحط الحلقة. تمام? تمام? فالموضوع بسيط جدا وسهل. نفس الرابط وبعد كده عرفت الاستراتيجية اللي هتعملها في اليوتيوب. هتحط فيديو بسيط فيديو كم سانية او كم دقيقة? عشان ينزل بسهولة وتشارب بسهولة. تمام? وهتقوم عامل كويسة عنوان انت الحلقة الاربعتاشر من المسالسة هكذا او على حسب طبعا لو شفت الفيديو مثلا ويكون الحلقات اللي اربعتاشر نزلت وبالحل لخمستاشر بالشكل ده يعني. وتعمل ده كله وتحط رابط المختصر واقسم لك بالله انك هتلاقي الاف 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 بتخش على الرابط. تمام? تمام. هتقول لي طبعا هنستخدم مختيار رابط ايه? مختيار رابط طبعا استخدم لينكاوي. طب ليه? لينكاوي ليه? مش انت قلت لينكاوي هو افضل حاجة في سي بي ام. واحنا عايزين سي بي ام عالي باقصى حد. لينكاو مشكلته في الاي بي وانت اصلا هنا مش هتحتاج المشكلة دي مش هتقابلك كتير. لان مش اكتر مش نفس الاي بي اللي هيتقطعها الرابط. هو واحد بس. تمام? فانت هتحتاج لينكاوي. طيب انا بعتزر على الصوت طبعا لان انا لسه صاحي اا يعني اكلت كده وصلت الى عيشة وبعد كده نمت شوية. فلسه صاحي دلوقتي. فخلينا بس نتكسب مع بعض واها دي استراتيججية اليوتيوب. وده الاستراتيججية الوحدة اللي استطمع فيه اليوتيوب واو ان شاء الله بازن الله هتجدع معا. خلينا نروح الى استراتيججية الفيسبوك البسيطة جدا. كل اللي هتعمله فى استراتيججية الفيسبوك هو حقات بسيطة جدا. انك مسلا هتخش على الرابط او تخش على صفحات الفيسبوك. تخش على كنات اسة بي سي هتخش على 甚麼 هتخش على اكتر من ملايين الى ملايين الى شبهات young people بتنزل المسلسلات. قانوات اون تيفي. قانوات كزا. قانوات دم يزي. ده طبعا كله قانوات في مصر. عندك كزا قانوات في الوطن العربي كله. المشهون عندك في البلاب بتاعتك. یا ريت تقدر تستدفع. و يعني تستعد المسلسلات في مصر حتى لو انت مش في مصر. تستهد المسلسلات مصر انهم كتير ومشاهداتهم كبيرة جدا. فاحنا هنا مثلا نخش على قناة سي بي سي مسلا. طبعا عندك اكتر من سي بي سي هتخش على سي بي سي دراما. بتاعتي مسلسلات? تمام. شوف سي بي سي دي فيبقى فيها كم لايك? هتعدي المليون لايك. تمام? فدي مهمة جيدا طبعا. هتخش على التعليقات في سي بي سي. وهتعمل اه هتختصر طبعا الرابط في جوجل دوت جي ال. هتقولي طبعا طبعا جوجل. لان جوجل اللي خاصة الرابط ما بيطلع لكش مشاكل لما بتختصر الرابط في جوجل. مشاكل زي انه مسلا يطلب منك رامز كباتشة او حاجة زي كده. لا. بيعاد معاك بسورة. فيها كم? فيها تلاتة مليون ودخل على اربع مليون. دخل على اربع مليون. تمام? تمام. استنا بس طفحة لما تحمل. طبعا اه من خمسة وربعين دي يا جايب يا مية مية وخمسين لايك وكده طبعا ده حيات كباسة جدا. لكن انت هتخش على هتخش على الحاجات تمام? هتخش على الحاجات هتخش مثلا هنا. طبعا مش دي يعني هي الافضل. لا طبعا في حاجات تانية هحسن بكتير. وفي حاجات تانية زي تعليقات اليوتيوب في جروبات جميلة جدا تقدر تخش عليها الجروبات دي بقى فيها ملايين للاعضاء بيتكلموا في مسلسلات ويتكلموا في افلام ويتكلموا حاجات كتيرة جدا. ممكن برضو تخش عليها. هاتيب لك كل ده اسفل الفيديو واتيب لك مجموعة من الجروبات اللي تكيت لاجد لنا اسفل الفيديو. وهسيبها حاجة تلك ده اسفل الفيديو ان شاء الله تستفيد منها. زي ما شايف هنا بيتكلموا عن مسلسل كلابش. المسلسل ده من مسلسلات اللي عاملة ده لك كبيرا جدا زي ما وردتك انه جايب مليون وسبعمائة الف في الحلقة الى اتناشر. طمام? هنا تقوم جايب في التعليقات وتمعامل بيست للرابط بتاعك المختصر. طمام? زي ما شايف هنا عندها يوتيوب. يعني قناة مشهورة جدا يا شباب بتقوم داخل عليها وعمل نفس الكلام. وتقوم خاطر رابط المختصر. مسلا. طبعا في في قناة افضل من سي بسي يعني سي بسي طبعا مش قناة كبيرة او في الفيسبوك. تمام? فهتجيب قناة كويسة. وتعمل بيست للرابط المختصر. وبازن الله هيجي لك النقرات كويسة جدا جدا جدا. والله العظيم يا شباب الاستراتيجيها مجربة. والطريقة ده مجربة مليون مرة. والناس كتر او بيكسب منها على اقل خمسين دولار في اليوم. اكسب باللامة برابة مليون مرة. انا بس فعلا مش اا مش قادر ان انا دلوقتي اعمل لكم الاستراتيجيها قدامكم وعمل فيديوهات قدامكم لان ده هيتطول من الفيديو بشكل خرافي يعني دلوقتي احنا وصلنا اا دلوقتي وصلنا للعشر دقيق ويعني فعلا الموضوع ده هيتطول فعلا في الفيديو بشكل خرافي. تمام? فبس الشيء الموضوع يبقى بسيط فلازم نخلص الموضوع كده على السريف. تمام? فانت تفهمي طبعا الاستراتيجية كده على اليوتيوب على الفيسبوك. في طبعا الكومنتات طبعا بلاش تنشر على الجروبات الفيسبوك كلها مرة واحدة لان الموضوع هيبقى وايحش جدا. وفي الغالب هتتحذر. في الغالب هتتحضر. تمام? فبلاش تنشر على جروبات الفيسبوك كلها مرة واحدة. فانت تحاول تنشر كده هسيب لك مثلا بتاع عشرين جروب تنشر فيهم كلهم واحد واحد كده. بحيس ان ان بتقدر اه تخلصوا كلهم بسهولة والموضوع كله الشغل كله 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 مياخدش منك كتر من ساعتين. تمام? يوبا كده استراتيجية فيسبوك آآ البوسطة جدا انت تنشر في اللينك بتاعك في صفحات الفيسبوك وجلوبات الفيسبوك. سيب لك كلها هيسفل الفيديو. يوبا استراتيجية اليوتيوب ان انت تعمل فيديوهم. في اليوتيوب آآ يعبارة عن دقيقة ودقتين. وهتحط الرابط المختصر اسفل الفيديو ده. تمام? تمام. انا طبعا عندي اكلون تمامة له تويتر. تمام شباب دخلنا علىutoيتر. في الجنب هنا هتلاقي بتداول في مصر طبعا انت تغيره على حسب بالبلب بتاعتك اما انت خلاق متداول في العالم كله زي ما انت عايز. زي ما بنا شعر فينا اول حاجة اا حاجات كده اللي بتتعامل يوميا في تويتر دا انا هنخخص على تاني حاجة. تانية حاجة هي واقل كفوري. واقل كفوري ده هو اللي جاي في مسلسل رامز جلال. اللي 자연ية رامز جلال. رامز تحت الارض. تمام? اللي يجد مسلسل رامز جلال هو والكفوري. زي ما نشايف هو التريند التاني على مصر. التريند التاني على مصر. فانت مسلا ممكن تعمل حاجة برضو انا رابرطن في بعض القنوات اللي بتنزل حلقات رامز جلال من غير تقطيع. لو ممكن تخش مسلا هنا وتكتب حلقة رامز جلال مع او الكفوري او حلقة رامز تحت الارض بدون تقطيع. بص بالذات. يعني رامز تحت الارض في الوطن عرب كله لو عملت حاجة زي كده لو ما جالكش من انا انا بقولك اهو مية الف نقرة على الرابط بتاعك اعمل لي و اعمل لي من اي حاجة انت عايزة. طمام? انا بقولك اهو. لو اعمل اي حاجة عن رمز تحت الارض. اي حاجة ما ما كانت عن رمز تحت الارض. بس تكون جذابة. ولو ما جالكش على ال مية الف نقرة اعمل لي وانسبسكرايب. تمام? تمام. اي حاجة عن رمز تحت الارض. انا بس يا جماعة بحاول اوضح لكم اللي بحصل. اه لو تلاحظوا يا جماعة. الناس كتير اوي الناس كتير اوي بيتكلموا عن رمز تحت الارض ان هو مسلا مفاق برك وحاجة كده هو طبعا مش مفاق برك خالص. ولكن الناس كتير بيتكلموا عشان يجيبوا فلوس حلوة عشان يجيبوا مشاهدات كويسة عشان يبقوا ترند كناس مع كل شيء نزلت فيديو مانيش عايزة الناس مع القناة عن برنامج رمز تحت الارض. وطبعا الفيديو كله قائم على انه مفاق برك وطبعا فيديو غلط كله مفيش ولا كلمة صح. ولكن عملوه عشان يجيبوا مشاهدات كويسة وبالفعل القناة زادت اكتر من تلاتين الف مشترك. تمام? بسبب موضوع كذب زي ده. تمام? وزي ما انت شايف هنا عصام الحضري لان عصام الحضري طبعا اه زي ما قلت اه عصام الحضري هو اللي جيه في القناة هو اللي جيه في حلقة رمز بسعة مبارح. وزي ما انت شايف هنا حلقة التالتة اكيد دي حلقة تالتة من حاجة برضو له علاقة بالمسلسلات او حاجة زي كده او حاجة كتلة جدا زي ما انت شايف. انت تخش على حاجة من دول زي ما حاجة طبعا لها لقابرة ما ضمن دول هتلاقي حاجة كتلة جدا طبعا لما المسلسلات تتبقى تشتغل. هتلاح حاجة كتلة جدا هتخش وتقوم عامل نائل حط ربي بتاع او تقوم عامل هنا بوست في تويتر وتاخد الهاشتاجات دي كلها وتكتب مسلا حلقة خلصنا بالشياك الحلقة للربعتاشر زي ما انت كنت عامل في فيسبوك وتويتر. تمام? برضو هتلاقي عليها الاف النقارات. الاف النقارات. تمام يا شباب? تمام. ما بقولش كلام في الفاضي ما بقولش كلام في الهواء اكسم بالله. الطرقة دي بس تعتاخد منك في اليوم كله ساعة ونص لساعتين. من ساعة ونص لساعتين. مش هتامل فيها اي حاجة كلها تعمله بغضي حاجة تبسطة جدا حيتي استهلة جدا في اليوم الواحد. ولما جابتش معك فلوس كويسة ما تعملها. تمام? اعملها مرة واحدة. ولما جابتش معاه فلوس كويسة ما تعملها. لكن اتكن فيها. للح하고 تعملها باتقان. ونقرد طمام? انا بقول لك اجرب. انتم عارفين كنان ما حال . عاملني كاسة استراتيجية والناس كتير فلوس من الامكان. اللي هنعملها وامرنا ما تحكم engra Наها. فاتجرب تمام? لما اقول لك على استراتيجية زي دي. وطبعا حاليا مش اثبات هتلا اي حاجة في الاستراتيجية دي لان فعلا عندي مشاكل كتير جدا في الوقت ده. خلينا اصلا قادر اعمل حاجة في القناة. وبالفعل يا جماعة بالفعل. بالفعل قناوات كتير جدا بتشتكي ان مشاهدات اليوتيوب قلت بنسبة اربعين في المية. اربعين في المية. قناوات اليوتيوب كلها بتشتكي. ان مشاهدات قلت بنسبة اربعين في المية. انا مش فاهم اي حاجة. وطبعا السبب الحدراتي مجهول. تمام? بس هيدي كانت استرجيت النهاردة. هيدي كانت بس اللي انا كنت عايز اقول لكم في الفيديو ده. ازاي تكسبه فلوس من رمضان حلوة جدا. اقسم بالله جماعة والله. اللي عزيم اللي وبركستو فيها هتكسبه فلوس كويسة جدا جدا جدا. من رمضان. وربنا يعود علينا بإذن الله بالخير. بس هيدي كانت حلقات النهاردة. كان معكم بصطفة وانقرات مستبونتك في الفيديو. عبرك لايك الفيديو. سبسكرايب لقناة. ومن تجسي بتعمل الشعير في الفيديو. كان معكم بصطفة وانقرات مستبونتك. المرد هي شوك شفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.